السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه حبيب ماما ساناك يارب تكونوا بخير النهاردة بقى ماما ساناك كان عندها ضيوف حلوين كده زيكم وكانوا لسه ماشيين قلت طبعا لازم نروق لها الشقة قبل ما نطلع قلت روق لها كده الصلاة ومسحها لها عشان كانت تبهدلت او يعني وصفقك الجوا بتعمل المواعين والنهده طبعا ما بحبهش تعمل حاجه عشان هي حامل فاحنا بنحب ان احنا نشيل مكانها يعني ما بنحبش نتعبها وكده عشان انت عارفين طبعا الحامل يا جماعة مطعب وكده ابتدأت انا بقى بالكنابات وكده نفضتهم وبعد كده فرشت الفرشة عليهم وده بقى الكادلس بتاع ساناك على رأي ماما ساناك بتقول لنا البيت اللي مفوش بمبز مفوش بركة هي عندها احفادها يا جماعة اغلى حاجة عندها ربنا يديها الصحة كده يا رب وتعيش وتجوزهم كده هي اللي تجوزهم وتجهزهم ويا ريت يا جماعة تدعموها يا حبيب ماما ساناك ومتنسوش في اللايك والاشتراك اديني بروس المخدات اهو خلص كده يا جماعة طبرا انا خلصت الكنابة الاولى اخش على الكنابة التانية بقى هزبطها برضو هعمل زي ما عملت في التانية كده هنضافها و ونفضها كده طبعا احنا مروعين الشقة الصبح احنا بنروعها اول ما ننزل يا جماعة اول ما ننزل عطول بنروع الشقة لماما بس اديف وكده فمينفعش نطلعه ونسبلها الشقة مبهدلة مانش انتوا عارفين يعنى انها تعبانة وكده مينفعش تعمل حاجة احنا بنحب بنريحها و بنحاول بنريحها على قد ما تقدر ساعات بننزل بقى ان لقيها عملتنا اكل وبتتاب نفسها ساعات ننزل نلاقيها مروقة الشقة وبتردش صحينة من نوم عشان نعمل حاجة ننزل تخيله كده لما واحدة تبع عندها حما تنسل تلاقي الأكل بتاعها جاهز وباستغرب او لما واحدة تبعد تشتكي من حماتها بتتكلم عنها ان هي مضيقها مزع عليها وربنا يهدي الجميع طبعا ويريت ياريت لو كل الحمعوت زي ماما صناء ما كانش هيبقى في مشاكل ما كانش هيبقى الناس تقرأ انها تقعد في بيت عيلة ما كانش هيبقى في اي حاجة من كده بالعكس يعني هي محبيبانا في بيت العيلة ومحبيبانا في اللمة ومحبيبانا في كل حاجة صراحة ربنا يديها صحة وتعيش معنا كده يا رب وما تحرمش منها ابدا ومنحستها في البيت بفرش بقى انا الحافظة دي ماما جايباهم عشان تفرشها على الكنبات عشان الاطفال يعني ما يوقعوش حاجة ما يبهدروش حاجة فالكنبات بقع ماما بتحب النظام قوي كنت خلص كده قربت خلص الكنبات تانية وبارسته في المخدات يعتبر خلصت يا جماعة بس هكنز بقى وهمسع لسه هتشوفه معنا خلصت كده الكنبات تانية ايه هوريكم منظر الاثنين وهنا بقى باشد الفرشة عشان انفضها كانت مليانة تراب يا جماعة طبعا الديوف لما بتيجي فيديو بتخش بالجزم وكده فالحافظة كانت مليانة تراب ده منظر الكنبتين اهو رتبتهم وخلصتهم كده مية مية يعني فاضل بقى ايه الكنس التراب طبعا كده كنت بقى نص القدر لجوه قلت بالمرة ما ينفعشك نص اللي برا دينا ده بقى جماعة انتم عارفينها طبعا خجولة زيادة عن اللزوم كانت حابة تطلع معي في الفيديو خلص هي ما عملتش اي حاجة بس كانت مبينة انها بتساعدني وكده فقالت ام اطلع معك في الفيديو تطلع وتزهر وتختفي تزهر وتختفي هي بتكسف قوي يعني اللي لسه ما اخدش بالهم من حتة ندا ان هي بتكسف قوي من الفيديوات ومن التصوير وكده احنا والله ما بنحباش تعمل حاجة بس هي بتحب تحشر نفسها معانا في كل حاجة يعني ما بتحبش تبقى قاعدة وتشوفنا انا وصفاق بنعمل حاجة تقول لها اساعدكو نقول لها يا بنت انت حامل انت تعبين تقول لها انا لازم اساعدكو من فاشا بقاعدة وانتو تعمل بس طبعا بنسلط ماما سناء عليها بتقاعدها وكده عشان هي من فاش تعمل حاجة بالزات في الشهور الاولانية دي يا جماعة وانتو طبعا عارفين ربنا يقومها بالسلامة دعو لها كده في الكومنتيات ربنا يقومها لنا بالسلامة اتجب لنا نونو حلوة كده ويا رب ادي كل المشتاء يا رب ودي كل اللي عايز ماما سناء بقا ما بتزهقش من ريال يعني عايز انا كل شعور نجيب عيال نجيب عيال بتقول سبوا همني انا ربيهم هتقولي وانا ربي هتقولي وانا ربي فاحنا بنعمل كده ربنا يديها الصحة يا رب هنا بقا كنت بامسح بالشرشوبة كانست وخلصت قلت امامسح بالمرة ما كان التراب عشان ده حط اماما بتحب يا جماعة المعطر اللي بريحت الخوخ اوي بحب امسح لها بي بتحب ومعطر الخوخ اوي فحطت لها شوية معطر الخوخ كده في الجرد وقلت امسح لها عشان تشم الريحة كده وتعجبها بتريحها خلص انا برفع بس الفرش بتاعك انا بشان امسح من تحتي عشان ما يبهدلش اهم حاجة النزام اهم حاجة النزام عند ماما هي والله العظيم كانت تحالفة ان احنا نطلع من غير ما نعمل لها حاجة ونروأ لها بس طبعا ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش احنا نطلع ونسيب لها الشقة كده بالذات ان هي ما بتحبناش نعمل حاجة اصلا بتخلينا احنا نعمل بتخليها هي والله بسعب بننزل من القام خلصة كل حاجة زي ما قلتلكو كده بس احنا بنتدعي عشان احنا ما نحبش نتعبها وكده خلص كنت اقربت اخلص هنا كان فاضل بس استنى الارض تنشف وفرشها همسح الترقة فاضل الترقة بس همسحها خلص كنت اقربت اخلص برضو يعني افرش بس الحافظة ده سمسح الترقة الاول بالمرة بقى دينا ده تاني عايزة تثبت وجودها يعني بس يا جماعة تعبت يا جماعة تعبت وحلفت ان هي تكنس المدخل يعني هي تعبت بجد اليوم ده قلتلي والله ما حد هيكنس المدخل غيري عشان صفقة بتصاب ان المعين جوه كل واحدة قلنا احنا كل واحدة تعمل حاجة وهي حلفت ان هي تكنس المدخل بتحبش ترايح نفسها خالص هنا قلت لما جيب الحافظة اساعدك وخلص عشان الناس ما تقولش في الفيديو ان هي ما عملتش حاجة خلص هنا كنا بنفرش الحافظات ونادى قلت هفرش القودة اللي جوه انا منا وطلع ماشي طالما انت مصممة او هفرش الحافظة بس هي فرشت في القودة اللي جوه انا هفرش الحافظة برا حافظة الحافظة يا جماعة اسهل من السجات بكتير بتحط في الغستالة كده موما عندها كذا حافظة طبعا متحب كل شيء تغيره هم لو واغدين بالكم منهم هم ورا الحافظة رماضي وتحتها بقى الحتة دي كلها تحتها حافظة وتحب كل شيء يتغير هي يا جماعة جايبا المشاية لون الحافظة عشان اقولكم ان ماما بتحب ان اذا هم المشاية مبيتي وحافظة مبيتي نهي يعني اذا وحيدة يعني عارفين نما نكونسة حين كده الصبح وننزل نقام خليها شقيتها عروسة بجد تغير حافظات تغير فرش تغير فرش الكنب تهي يا جماعة هي اللي مفصلة الفرش ده اصلا يعني شايفين الفرش الجميل ده موما هي اللي مفصلة بتاع الكنب هي اللي مفصلة وهي اللي مراكبها وكل حاجة وهي اللي عاملة كورنيشة وهي اللي عاملة كل حاجة كنت بروشيلها بقى معطر اللي بالخوف زي ما قلت لكم ان هي بتحبه ودي نادا تاني وكده خلاص كنا خلصنا يا رب يكون الفيديو عقابكم باي